الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصمال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة في يوم عيد الفلاحة الرئيس السيسي يؤكد أن توجهاته للحكومة ستظل ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح وتوفير سبل الحياة الكريمة له وصحة تؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الزيادة السكانية وضرورة تكثيف حملات تنظيم الأسرة العشرة والنصف بتوقيت جرينتش أثنية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من دي أمسي أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصمالة وحرصها على مصالح الشعب الصومالي الشقيق في إطار دولة موحدة مستقرة وقوية وأشار رئيس السيسي خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أشار إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي مع الصومال لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية وتدريب الكوادر الفنية الصومرية أعرب رئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تقديره واحترامه لفلاح ومزارع مصر في كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذي استعادوا في كرمتهم وعزتهم وقال رئيس السيسي أن الفلاح المصري ظل على مر زمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائي للدولة كما أكد الرئيس السيسي أن توجهاته المستديمة للحكومة ستظل ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم وتقديم حوافز مالية إضافية لتوريد إنتاجهم من المحاصيل هذا وتحتفل مصر اليوم بذكرى عيد الفلاح والذي يوافق التاسع من سبتمبر يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتتبدل أحوال الفلاحين المزيد في سياق التقرير التالي في التاسع من سبتمبر من كل عام تحتفل مصر بعيد الفلاح يوم يعيد للأذهان لحظة إصدار قانون الإصلاح الزراعي تكريما للفلاح ولعطائه الذي لم ينقطع يوما عبر تاريخ طويل ممتد ودوره الكبير المتعاظم في الاقتصاد في توفير الغذاء لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة وصونا لاستقلال قراره الوطني الاحتفال بعيد الفلاح المصري بدأ مباشرة عقب ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين وصدور قانون الإصلاح الزراعي الذي حدد سقف الملكية الزراعية بهدف تحقيق العدالة وإنصاف الفلاح الذي عانى كثيرا من الظلم والاستبداد سنوات طويلة مرت بعد ذلك عانى خلالها الفلاح كثيرا كما عانت الأرض الزراعية المصرية فتقلصت مساحتها بسبب الكثير من الأنشطة مثل البناء العشوائي والجائر عليها وتجريفها أو غيرها من الأنشطة ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه توجهت الدولة وبكل مؤسساتها نحو الفلاح والأرض الزراعية فأنصفت القرية المصرية وكرم الفلاح من خلال تطوير القرى ضمن المشروع القومي حياة كريمة ومساعدة الفلاحين على مواصلة العمل والإنتاج بالإضافة إلى السعي وبكل قوة نحو نهضة زراعية شاملة بمشاريع قومية للتوسع الإفقي في الزراعة واستصلاح الصحراء والاهتمام بتصدير المنتجات الزراعية وتوفير الأسمدة كما دشرت الدولة منظومة الحيازة الإلكترونية أو ما يعرف بكرت الفلاح وهي إحدى المنظومات التي تهدف إلى حماية حقوق الفلاح وتسعى من خلالها الدولة إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية لبناء منظومة حديثة ومتطورة للزراعة وتقنين أوضاع واضع اليد وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية التاريخ يحدثنا أن المصري القديم أول من عرف الزراعة وأن من هذه الأرض الطيبة أغيث الناس في سنوات القحط ولعل ما أنجز في السنوات الثمانية الماضية مثل حائط صد قوي لمسه كل مصري خلال أزمة جائحة كورونا بل وفي الوقت الراهن مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمداد الغذائية حول العالم وفي أغناه وأكثر تقدما ومع تولي الرئيس السيسي مهام منصبه حققت مصر إنجازات غير مسبوقة في القطاع الزراعية حيث أطلقت دولة مشروعات تنموية تجاوز الثلاثمائة وعشرين مشروعا من بينها إطلاق الرئيس السيسي المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة مزيد حول إنجازات الدولة لتحقيق طفرة في المشروعات الزراعية التنموية في سياق التقرير التالي إنجاز غير مسبوك حققته الدولة في القطاع الزراعي منذ تولي الرئيس السيسي مهام منصبه من خلال طفرة في مشروعات قومية تهدف في المقام الأول لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي بالتزامن مع أزمة اقتصادية تضرب العالم بأسره مشروعات زراعية تنموية عملاقة أطلقتها الدولة تجاوزت الثلاثمائة وعشرين مشروعا تهدف لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من بين هذه المشروعات العملاقة اطلاق الرئيس السيسي المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراع المشروع يشمل ثلاث عشرة منطقة في ثمان محافظات تقع في سعيد مصر وسيناء والجيزة بهدف زيادة الرقعة الزراعية وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية كما شهد عام 2016 تتشينا مبادرة القرية المنتجة بالتنصيق بين وزارتي الزراعات والتنمية المحلية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبتوجهات من الرئيس السيسي تم التوسع في مصانع الأسمدة ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة فضلا عن رفع عسعار توليد المحاصيل الاستراتيجية كالقمحي والأرزي والقطن ومن أهم المشروعات الزراعية التي افتتحها الرئيس السيسي مؤخرا مشروع مستقبل مصر والذي يدعي متوجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ومن شأنه مساعدة البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية حيث عد هذا المشروع نجاحا لرؤية الدولة المصرية في تحقيق هدفها بشأن تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية كما تنفذ الدولة العديد من المشروعات على غرار مشروع تشكا وجنوب الوادي ومشروعات سيناء وتطوير إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه لكل الأراضي المصرية وكذلك مشروع الدلت الجديدة الذي يعد نموذجا للمشروعات التنموية الحقيقية مشروعات زراعية عملاقة ساهمت في ارتفاع إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2022 حتى 22 من يونيو 2022 إلى نحو 3.759.431 طن من المنتجات الزراعية فضلا عن التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة أمام المحاصيل المصرية مشروعات الدولة لم تتوقف عند النشاط الزراعي فقط بل امتدت لتشمل تطوير 826 مركزا لتجميع الألبان بالإضافة إلى استفادة 328 ألف مزارع من مبادرة تأجيل الأقصاط المستحقة عليهم بإجمالية مديونية قدرها 9 مليارات جنيه نزيد من المتابعة نضم إليها عبر الهاتفة دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراع ورحب بك معنا على شاشة ديام سي دكتور محمد يعني بالطبع قدمت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة دعم للفلاحين والمزارعين المصريين لم يحصلوا عليه في عشرات السنوات مضت إنجاز التعبير ونحن اليوم نحتفل بالعيد السبعين للفلاح المصري لو نتحدث عن كل الدعم الذي قدم للفلاحين والمزارعين المصريين من كرت الفلاح أو برنامج حياة كريمة لدعم وتحسين حياة الفلاحين وغيرها من أوجه الدعم وكيف انعكست على الفلاح المصري وعلى أسرته ومستوى المعيشة يا الأول سبحاني أشكر حضرتك فاندمو الحقيقة احنا شايفين الدولة المصرية في الفترة الأخيرة يعني يمكن من 2014 تفارات متتالية بتحدث للفلاح المصري متحدث ليه قطع زراعة مصر اللي هو صلب التنمية بالنسبة للفلاح المصري الحقيقة نظرة الدولة بالنسبة لهذا القطاع اختلفت شوية أو اختلفت بشكل كبير احنا كانت النظرة فيما مضى كانت نظرة قصادية فبنحجب حزب قصادية السسمار في هذا القطاع بيجيب قد ايه وبيولد قد ايه داخل وبيجيب قد ايه عوايد للدولة والحقيقة هو النظرة القصادية للقطاع النظرة مؤثرة وحتى خلال العام الماضي احنا شفنا نتائج ومؤشرات قصادية كبيرة لقطاع الزراعة زي مساهمته مثلا تحوالي 20% أو أقل قليلا يعني من جملة تفادرات سلعات مصر أو حتى 5% من دخل القوضة منما الاهم ونظرة الدولة اختلفت لان بدأت في منظور مجتمعي لقطاع الزراعة هذا القطاع قطع بيؤثر في تقريبا نصف الشعب المصري فاللحين مصر ومزارعين مصر وبالتالي الدولة اولات له اهمية كبرى وكان الاهتمام في هذا القطاع علشان يشعر المواطن في الريف المصري بجهود الدولة وما يحدث في الدولة من عملية تنمية وده يعني نظرة مختلفة تماما عن السنوات السابقة وبدأنا نشعر بده وشفنا مبادرة حي كريمة اللي حضرتك ذكرتها ان هي واحدة من اهم المبادرات المهمة يمكن على مدار التاريخ مش فقط في مصر منما على مستوى العالم ما شفناش مشروع بيطبق كل هذا الحجم من الحيز الجغرافي ولا كل هؤلاء الفئة المستهدفة حيث مكلف 60 مليون مواطن مستهدفين من مبادرة حي كريمة ولا حتى حجم التمويل المشروع بقيمة تمولية تتجاوز 700 مليار جنيه اضافة الى ان عندنا كمان تنوع في البيئة الجغرافية بنسحب محافظات مصر كلها تقريبا بكل الانشطة بتاعتها بتخش ضمنه مبادرة حي كريمة بعد زراعة الواحدة شفنا انشاء لأكتر من 320 مجمع زراعي هدفها ان نكون بنقدم خدمة متكاملة للفلاح والمزارع المصري كل احتياجات ويلاقيها في مكان واحد وده بيغير وجه الحياة في الريف المصري بيخليها تقترب او تكون يمكن كمان متطورة بنفس درجة تطور المدن وبتقدم نفس الخدمات للفلاح والمزارع المصري مش بس خدمة انما كمان تحسين مصادر داخل من خلال مشروعات زراعية اخرى بتنفذها الدولة المصرية ومبادرات تمولية بتقدمها للفلاح والمزارع المصري بالحديث عن 320 مشروع زراعي التي تفضلت وتحدثت عنهم دكتور محمد يعني لو تطلع المشاهد عن العوائد من وراء هذه المشروعات التي تم رصدها حتى الان يعني احنا لما بنشوف مشروعات تنموية بتحدث او مشروعات بتم تضبقها على ارض الواقع لخدمة الفلاح والمزارع المصري معناه ان فيه فرص عمل بتخلص جديدة للفلاحين والمزارعين في مصر لما بنتكلم على مشروعات لزيادة المساحة المنزارعة ممكن نوصل اجمالي ما يتم استصلاحه حاليا او ما يتم العمل عليه حاليا اكتر من 5 مليون فدان يعني 12 مليون فدان لخدمة المزارعين ولخدمة سكان وجه بحري ليبقى فيه افق توسع جديد امامهم ده موجود في وجه قبلي هللاقي مشروع تشكل الخير باجمالي 1-1 من 10 مليون فدان هللاقي فيه منطقة شرق مصر او مناطق سيناء هللاقي 500 الفدان في مناطق سيناء هللاقي مشروع فيه في المصر الجديد على طول مصر من المطروح وحتى اسوان جنوبا هللاقي فيه مساحات بيتم العمل على التصلحة باجمالي 1.5 مليون فدان اضافة الى مشروعات التنموية بتحدث على ارض الواقع لخدمة الفلاح زي مثلا مشروع تطوير رايا الحقلي اللي الدولة خاصته تقريبا 60 مليار جنيه وهدف المشروع ده ان احنا نطور الاراضي ونطور نظم الراي لو كل فدان ارض بس احنا نطورناه زاد انتاجه ولنضرب مثلا اردبين امح فقط فاحنا بنكلم ان يكون فيه زيادة 2000 جنيه في موسم واحد لو هنا موسمين زراعة ببنتكلم في 4000 جنيه سنويا ده زيادة دخل حدثت والدولة بتدي هذا المشروع وبتمول هذا المشروع وبدون اي تكلفة تمولية على الفلاح على عشر سنين بدون اي تكلفة تمويل بدون فايدة خالص الحاجة التانية ان حتى كمان طبطين الترع المشروع ده مشروع كبير جدا الدولة بتقوم بتطبطين الترع علشان المياه توصل لنهايات الترع ودي كان تحدي كبير جدا بواجه الفلاحين ان الفلاح ما بيقدرش يلاقي مياه ان هو يقدر يزرع لما بنعمل هذا المشروع المياه توصل لحتى نهايات الترع وبالتالي يقدر الفلاح يروي ارضه ويقدر يلاقي المياه اللي يزرع بها وبالتالي يقدر يلاقي دخل اضافي او يلاقي مصدر دخل موجود له حتى كمان المشروعات التمويلية اللي بنفسها الدولة المصرية منظر التمويل في هذا السياق زي مشروع البتلو ومشروعات التنمية الزراعية وما الى ذلك من مشروعات كل ده بينعكس بشكل ايجابي على دخل الفلاح على فرص عمل للفلاحين على مصادر تمويل ومصادر تنمية داخل القرية المصرية اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاضاحات والتفاصيل الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراع اعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خالص العزاء للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة في وفاة الملكة الازابيث الثانية التي قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة واكد الرئيس السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك العزمة على العمل مع الملك ترالز لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين معربا مجددا عن العزاء للأمة البريطانية في هذا المصاب الجلل كما اكد الرئيس السيسي ثقته الكاملة بقدرة الملك ترالز لسد الفراغ الذي ستتركه الملكة الازابيث الثانية هذا وكانت الأسرة الملكية في بريطانيا قد أعلنت عن وفاة الملكة الازابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر نهز ستة وتسعين عاما حسب ما ذكر بيان صادر عن قصر باكينجهام سقط جسر لندن بهذا الكود السري نقل السكرتير الملكة الازابيث لرئيسة الوزراء البريطانية خبر وفاتها عن عمر نهز ستة وتسعين عاما الازابيث الثانية اعتلت عرش بريطانيا في فبراير من عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين بعد وفاة والدها الملك جورج السادس وفي حينها رأى كثيرون فيها ورغم حدثة سنها أنها تمتلك شخصية تتسم بالصرامة وتبدو كما لو أنها ملكة منذ طفولتها رؤساء وزراء بريطانيا المتعاقبون أكدوا أنها كانت حاسمة ولم تتردد يوما في اتخاذ القرارات الصعبة من أجل مصلحة بريطانيا خاصة حرب جزر الفوكلند عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين والمشاركة في حرب الخليج عام الف وتسعمائة وتسعين وشهدت فترة الستينيات والسبعينيات تسارعا في إنهاء الاستعمار في إفريقيا ومنطقة البحر الكريبي حيث حصلت أكثر من عشرين دولة على استقلالها وخرجت من تحت التاج البريطاني كجزء من المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي وفي عام 2011 أظهرت الملكة إليزابيث أن التاج لا يزال يتمتع بقوة رمزية وديبلوماسية عندما أصبحت أول ملك بريطاني يزور جمهورية آيراندا منذ عام 1911 عندما كانت آيراندا بأكمالها لا تزال جزءا من المملكة المتحدة وخلال سبعين عاما على العرش عملت إليزابيث الثانية بلا كلل لحماية صورة النظام الملكي ومستقبله واكتازت بالمؤسسة عددا من العواصف وظلت رمزا للاستقرار في حياة الناس في المملكة المتحدة وفي دول اتحاد الكومنويل خطوط عريضة لبرنامج الأيام المقبلة حتى جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية برنامج أعد لمبعد وفاة الملكة التي حكمت سبعين عاما وسبعة أشهر أعد بدقة منذ سنوات وتمت مراجعته هذه الخطة التي سميت جسر لندن انهار العرض التالي يوضحها بشكل تفصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أصدر وزير الإسكانة دكتور عاصم الجزار ستة قرارات لإزالة مخلفات البناء والتعديات على الأراضي داخل كردون القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربية وأكد وزير الإسكان مواصلة الوزارة لجهودها في إزالة ظواهر العشوائية والمخلفات بالمدن الجديدة وإتي ذلك في إطار ظهور تلك المدن بالمظهر الحضري اللائق بها أكد وزير صحة خلد عبدالغفار اهتمام القيادة السياسية بملف الزيادة السكانية وضرورة تكثيف حملات تنظيم الأسرة وانتشار القوافل والعيادات المتنقلة الخاصة بتنظيم الأسرة ووجه خلد عبدالغفار خلال اجتماعه بوكلاء الوزارة في محافظات القليوبية والدقهلية والغربية بإعداد تقرير دوري لمتابعة معدلات الإنجاز في ملف تنظيم الأسرة بالإضافة إلى إعداد بيان بحصر النواقس من المستلزمات والأدوات الطبية موجها بسرعة توفيرها وتوزيعها على الوحدات المقدمة للخدمة أكد وزير التعليم العالي أيمن عشور على التعاون المثمر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العديد من المشروعات التعليمية والبحثية المشتركة والتي تم تنفيذها في مجالات التعليم العالي والبحث العلمية كما أكد الوزير خلال لقائه مع مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكد على تعزيز المزيد من أوجه التعاون مع الوكالة خاصة في مجال إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات المصرية لبناء القدرات المهنية للطلاب والخريجين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وحول تطورات الخاصة بالعمليات العسكرية الروسية الأوكرانية ونبدأ الحديث عن الوضع الميداني حيث أعلن الجيش الأوكراني اختراق دفاعات روسية واستعادة أراضي في مناطق عدة بأبرزها مدينة في شرق البلاد وفيما تشن القوات الأوكرانية منذ الأسبوع الماضي هجوما مضادا واسعا خصوصا لاستعادة منطقة خرسون في جنوب البلاد أعلنت رئاسة الأركان سلسلة نجحات على جبهات عدة في أنحاء البلاد وقد أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي أن قواته استعادت السيطرة على مدينة بلا كاليا في منطقة خاركييف من القوات الروسية يأتي هذا في وقت وصل فيه وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين إلى كييف تزامنا مع إعلان واشنطن مساعدة عسكرية جديدة بنحو 2.8 مليار دولار وبعدما التقى الرئيس الأوكراني زيلانسكي ونظيره ديمترو كوليبا وعد بلينكين بأن تقدم الولايات المتحدة الدعم لأوكرانيا حتى انتهاء العمليات العسكرية وقد وصف زيلانسكي هذه المساعدة بأنها مؤشر مهم جدا يعطي ضمانا أن بإمكان بلاده استعادة أراضيها يحاول وزراء أتاق الأوروبيون اليوم الاتفاق على سلسلة من الإجراءات الطارئة لوقف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بسبب العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية وتحت ضغوط كبيرة قدمت المفوضية الأوروبية إلى دول الاتحاد مجموعة من الأليات على أمل التوصل الأسبوع المقبل إلى نص يلقي اتفاقا كافيا بدرجة تسمح بإقراره بسرعة وتلقي فكرة مصادرة الأرباح الفائقة من الطاقة النووية والتقاط المتجددة لإعادة توزيعها تلقى ترحيبا لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة جدا بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي تبنت كوريا الشمالية قانونا يخولها تنفيذ ضربة نووية وقائية ويعلن أن وضع البلاد بوصفها قوة نووية هو أمر لا رجوع فيه وينص القانون على أنه إذا كان نظام القيادة والسيطرة للقوة النووية الوطنية في خطر تعرض لهجوم من قوات معادية فإن الضربة النووية تتم في شكل تلقائي وفوري يأتي هذا الإعلان وسط توتر العلاقات بين الكوريتين إذا تتهم بيونج يانج سول بالمسؤولية عن تفشي كوفيد 19 على أراضيها وتهدد جارتها بالانتقام رياضيا يلتقي زمالك مساء اليوم نظيره الهلال السعودي في مباراة كأس لوسيل عن لقب كأس السوبر المصري السعودي وتقام المباراة على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة ويعد استاد لوسيل أحد الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم 2022 ويشارك زمالك في هذا الكأس بصفته بطلا لدوري المصري الممتاز خلال النسخة الأخيرة فيما يلعب الهلال السعودي المباراة باعتباره بطل دوري المحترفين السعودي إلى هنا مشاهدين الكرام نختتم هذه النشرة الإخبارية من دي أم سي شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة